بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضراتكم الفيديو ده وقت هنشوف حاجة جميلة قوي كيكة بس مش اي كيكة كيكة البطاطا وازاي نقدر ان احنا نستفيد من البطاطا ونعملها بالكرمالة اللي موجودة ديت ببرورة السكر وكرمالة السكر على الوشي بالشكل المقرمش دوت ازاي بعد ما نعملها كلها مش محتاج مضربة لحاجة عبارة عن خلاط ونبدأ نضرب فيه الخليط وبنزله كده مع الزبيب ورحة الارفة والفانيليا حاجة جميلة جدا ومميزة جدا اهم حاجة ان احنا نتبع اللي انا هقوله دوت موضوع بسيط وجميل جدا مش مكلف ما فيهوش اي حاجة وده السكر لايكارمال معانا على الوشي ما قدرنا ايه ده كده كوباية لبن او ربع كيلو لبن وعليه معلاتين كريمة بودرة لو عندي كريمة لبانة ماشي نصف كيلو بطاطا مهروسة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده او مسلوقة دي الصينية ده انتقى زبدة ميت جرام زبدة سيحة اربع بيت وهقول لكم ما قدر تاني وانا بحط في البرسوسور او في الخلاط اربع بيت ميت جرام من الزبدة السيحة ربع كيلو لبن وهي بس انا مد عليه كريمة او كريمة لباني بس عشان الارخص يعني لبن افضل حاجة هنبدأ بقى نحط الاربع بيت اوبا الاشراءات مني شناها ابي اشتغل معك وطبعا مبقطعش حاجة ادي الاربع بيت بيكون عندي ميتين جرام سكر او مج من السكر طالما حطي ادي الاول الفانيليا عشان الزفراء ربع معلقة صغيرة من الفانيليا ادي مج من السكر او ميتين جرام من السكر ادي خمسين جرام دقيق او معلقتين كبار من الدقيق معلقة صغيرة بيكنج بودر ونبدأ نغفق الكلام دوت تمام هبدأ انزل عليه عادي انا مفيش حاجة قبل حاجة او حاجة بعد حاجة دي الكريمة هي تجمعها لبن وديتهم معلقتين كريمة خفقتهم كده اداني التقل دوت والتخانة ديت وادي الزبدة السايحة انا كده خلصت تمام ربع معلقة صغيرة من الارفة اهيت وادي عندي هنا كباية من الزبيب ده اختياري واول ما حطها هفصل على طول عشان ما يتقطعش الزبيب الصنية ده هنتهى الزبدة جامدة بتقيت ان انا اصب الكلام ده زي السفلي هيعلى وبيبقى طعم مميز جدا 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 فرن شغالة عندي درجة حرارة مية وتمانين اهم حاجة نجيب السكر الاول اللي انا اها كرمل بي يعني ايها كرمل بي يعني انا عايز الوشة عندي هنا يبقى مقرمش وفيه الكرمالة بدل ما انا هستخدم الطرش لا انا الفرن عندي هو الاي كرمالة خلص الفرن درجة حرارة مية وتمانين كلام ده بياخد نص ساعة شايفين قالت ازاي زي السفليه بالزبط قالت معانا بشكل مميز جدا برضو اعمل لها سجب بالسكينة كده واشوفها هي استاوت ولا لا لما استاوت تماما السكر معي على الوش انا قطع قطعة صغيرة كده بحددها كده الاول ونقوم جايين واخدينها كده انا عايزكم بس تشوفوا كده السطح بتاعها بالشكل المميز اللي حضراتكم شوفتوه ده اول الموضوع سهل جدا وبسيط مش مكلف خلص مش مكلف خلاص ممكن معلقة سمنة بدل الزبدة ممكن عسل نحل زي ما حضراتكم عايزين دمتم في رعاية الله دايما يا رب في العائلة دايما وصفات مما فيش السلام عليكم ورحمة الله